موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه معاكم ده هنتر فيديو جديد بنركب فيه اقوى بي سي لعام عشرين عشرين طبعا بحب احط الماذر بورد كده قدامي بالشكل ده علشان ابدأ اركب عليها كل المكونات الخاصة بيها طبعا اول حاجة لازم نكون جاهزين بيها العدة بتاعتنا المفاك الصغير اللذيذ ده هو اللي هيخلص لنا الدنيا كلها علشان نقدر نفتح به المصامير الصغيرة اللي موجودة في البورد بتاعتنا هنركب فيها الام تو وهنركب فيها المكونات اول حاجة بابدأ بيها طبعا هي الرمات زي ما احنا شايفين كده بفتح الرمات الخطوة دي بقى مهمة جدا كده زي فيلم الطريق الايلات بالزبط زي ما الاستاذ نبيل الحلفاوي دخل المشروط بتاعه في العسلية هنا برضو هنركب البروسيسور بنفس الطريقة حضرتك وانت بتركب البروسيسور تخلي بالك جدا لان الخطوة دي كريتيكل جدا وحساسة ممكن تبوز الدنيا كلها لو ما ركبتوش بالطريقة الصحيحة نخلي بالنا واحنا بنركبه ونفتح كويس جدا ونشوف مكان سهم معين بيكون موجود على البروسيسور موجود في المادربورد معلومة كده سريعة حابب اوضحها ان احنا بعد ما بنركب البروسيسور الكافر اللي فوق ده بيتشال مهلومة مهمة جدا تشيل الكافر ده على جنب علشان احنا هنركب الكولانت بتاعنا على البروسيسور على طول مش محتاجين الكافر ده في الخطوة دي هنبدأ نركب الام تو اس اس دي كارد بتاعنا من شركة كروشل وان تي بي بيتركب تحت الهيت سينك ده في المادربورد هو عادة بيكون في اي مادربورد في المكان ده طبعا بالمفك اللازيز بتاعنا الصغير علشان هو اللي هيقدر يساعدنا في فك المسامير اللي موجودة في المادربورد من غير ما نقسر اي حاجة او نقزي المادربورد نفسها في اي اصناء عملية التركيب او الفك. دلوقتي هنركبه مع بعض. الخطوة التالتة اللي عندنا هي تركيب في الجهاز بتاعنا. طبعا احنا كده نعتبر ركبنا الرامات البروسيسور الام تو اس اس دي بقى ناقص الباور سبلاي. الباور سبلاي هنا بيتكون من كابلات كتير اهمها هو الكابل اللي قدامي ده اللي هو اربعة وعشرين اللي بيتوصل بالمادربورد. ده اللي بيدي كهرباء للمادربورد. طبعا عندي كابل تاني يعتبر من الكابلات المهمة وهو الكابل الخاص بالجي بيو او بكارت الشاشة. وطبعا بيجي فيه اوبشنز كتير زي ما احنا شايفين. الاوبشنز دي لو الكارت بتاعك بيستخدم اربع بن او ستة بن او ستتاشر بن مجتمعين. بتوصل على حسب كارت الشاشة بتاعتك الكهرباء اللي محتاجها. طب بعد ما ركبت الفاور سبلاي انا هنا بدأت ادخلت البورد عندي في الكيس. وطبعا حطتها في مكان مخصص بتاعها. ركبت المصامير وقفلت عليها كويس جدا. وبعدين قمت مركب كارت الشاشة. وطبعا انا عندي هنا اتنين خاطسين بكارت الشاشة. ولكن طبعا السلوت التانية دي لو هتركب كارت الشاشة تاني. انا هنا عندي ارتي اكس عشرين سبعين واحد. ركبته خلاص. اه ما ننساش طبعا واحنا بنركب كارت الشاشة ان احنا نفتح من وراء علشان بيكون فيه في الكيس اللي بتبقى قفلة على كارت الشاشة من وراء علشان الخارجية بتاعة كارت الشاشة تكون ظهرة عندي. انا هنا كمان في الكيس بتاعي غيرت المراوح بتاعتها كلها خلتها من شركة عندي جبت المية وعشرين تلاتة وعندي جبت اتنين مية واربعين. طبعا انا عندي المية وعشرين ركبتهم امامي والمية واربعين ركبتها خلفي. ولسه عندي مكان فوق ده هركب فيه بتاعي الخاص بالبروسيسور. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنبدأ نوصل الكابلات بتاعة وكارت الشاشة. طبعا عندي هنا الاربعة وعشرين وعندي الستاشر بتوع كارت الشاشة. طبعا دي كده بتبقى التواصلات اللي محتاجها علشان اشغل وكارت الشاشة. وطبعا في عندي تواصلات نفسها آآ للكيس. آآ دي اللي بقى بتشغل الباور وبتشغل اليو اس بي اللي موجود في الكيس بتاعي. آآ ده شكل الكيس طبعا من وراء زي ما احنا شايفين. ده الحتة دي اللي بنسميها بتاع الكيس. المكان القبيح يعني. طبعا هو فيه ناس بتخليه قبيح وفيه ناس بتخليه شكله حلو. يعني توزيع الكابلات بيتنظم في الاخر طبعا. احنا طبعا هنا لسه منزم ناش لسه بنركب. آآ وحابب برضو اوضح ان انا وصلت هنا المراوح اللي بتنور اللي هي الار جي بي بالنود برو ده. آآ ده النود برو ده اللي بيتوصل بين المراوح ومن خلاله بقدر انظر بتاع الكورسير علشان اقدر بعد كده اعمل تنظيم لعملية الاضاءة في المراوح الامامية والمروح الخلفية سواء المية وعشرين او المية واربعين. طبعا آآ الكابلات انا هعود اوصلها بعد كده واحد واحد وبعدين هبدأ ازبط الاجلي بارت اللي واردها. بحيس ان هو يكون شكله مزبوط. زي ما احنا شايفين انا هنا وصلت الكابلات كلها بتاعة آآ المادر بورد وكارت الشاشة. آآ زي ما احنا شايفين الباورس فلاي دلوقتي يعتبر بشكل كويس جدا. آآ لازم اتطمن ان الكابلات بتاعتي كمان بتاعة كارت الشاشة متثبتة كويس جدا. ما فياش اي لوز. برضو اتطمن ان الربعة وعشرين برضو سابت كويس جدا. علشان نفس الشيء. آآ كله طبعا بحاول اجيبه من ورا وبحاول اعمل هدن على قد مقدر. في عندي الجزء الباور الخاص آآ بتاع المادر بورد والمروح اللي بتتوصل بالمادر بورد. ده كله طبعا بحاول اعمله هدن من ورا. زي ما احنا شايفين الكيس بتاعتي كده تعتبر آآ متزبطة. مش ناقصني غير ان انا اركب وكده تبقى الكيس بتاعتي جاهزة. هنا انا ركبت زي ما احنا شايفين من فوق عندي المروحتين المية وعشرين بتقعد الوقت ركبين على نازلين هينزلوا من فوق على البروزيسور بتاعي وزي ما احنا عارفين عندي حلقة كاملة بتكلم فيها عن كيفية تركيب بتاعك ازاي بطريقة احترافية. انا هنا مركبه من فوق ولكن في وقت تاني هغيره اخليه من قدام زي ما انا عايز بقدر اغير مكان الليكود كولر لانه لسه جديد ومفتوح من البوكس بتاعه. هنا انا ركبت الليكود كولر زي ما انتم شايفين طريقة بسيطة جدا من فوق ربطته وركبته والتيوبز بتاعته نازلة تمام واللي عندي كده الباورز تمام عندي الفانز متزبطة عندي الكارت الشاشة متركب. هنتطمن دلوقتي ازا كان كله شغال ولا لأ وهنشوف مع بعض امكانية ان كل ده يكون شغال ولا فيه اي مشكلة. شكرا لكم. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو. شكرا لكم. مع السلامة. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.